طارق النوخ لشراك أنا ببدأ أبو خالد رماها على الإدارة ما هو كل الإدارة كل أمانة لما استعالي بكل خير الأستاذ غم وزمير عزيز جمال الأهلي في يناير في الحوكم كان هو الأول الآن هن في سبتمبر هو المركز الخير كل ما في الأهلي سلبي كل شيء في الأهلي لا يقود المؤشر النحو الإيجابية إطلاقا فأنا لما بذلك موسم وهذا موسم حقة يناير حقة موسم طب خلنا نتكلم الآن وريك الجدول ترى الأنديب بشكل عام لو أخذتها متقاربة الشباب كان الثالثا أصبح الساد ستتفاق الثاني صار النفس الثاني يعني ما في ذكب البون الشاسع بين مركز ومركز تخيل أنت كنت متصدر صر الأخير ما أنا في كارثة في مشكلة لكن أحملها الإدارة الوحدة لا في عندك أعضاء شرف أو داعمين في أشياء صايرة في الأهلي ما يبغى أحد يتكلم فيها ما فيه ما فيه ما فيه ما احترام للأعضاء الشرف والدعمين ما فيه ما فيه يعني في النهاية نقول لكم أينهم ما فيه ما فيه من أول من سنوات ما فيه ما من سنوات قبل فترة قريبة كان أعلن الأمير منصور من مشعل أو من حول الأمير منصور من مشعل أنه دعم بحدود الخمسين مليون ريال في الموسم أعتقد الماضي واحد واحد إجبالي ما دفعه قدرة وهناك ملاء مالية لدى البعض الأهلوين أنا أتمنى أن يتم الجلوس معهم لأن الحديث والتفتيح الصفحات وتقليب الصفحات والبحث عن مخطئ مهن الحل كيف نعالج وضع الأهلي حلقة أمس تحدثنا عنه أنه فنيا الأهلي منهار وكذلك ماليا سبحان الله اليوم تصدر شهادة الحوكم فليش اللي قاعد يصير في الأهلي الأهلي إن استمر ابتعاد رجالات الأهلي عن ناديهم تأكدوا أن الأهلي في طريق منحدر طريق سيء هي كرة الثلج مثل ما وصفتها أمس وعيد وكرر كرة الثلج حتى في الأمور المالية القضية شوف الأندية مش كرة قدم فقط يعني في الملعب لا هي إدارة كذلك لا يمكن أن نحكم على إدارة تحقق أسوأ أسوأ الفنون الإدارة ولكن تجدها متمسكة بمراكز متقدمة في لعبة كرة القدم أو لعبة مختلفة لو خذنا على سبيل المثال أي نادي كل ما كانت الإدارة فاهمة وواعية وعند القدرة على جلب الأموال وكذلك احتواء أعضاء الشرف واحتواء الدعمين تأكد أن الفريق سيكون منافس بشكل قوي جدا كل شيء في الأهلي لا يسر ولكن أنا أحملها فقط ماجداً في علا بكل أمانة لا يمكن أن أحملها هو يتحمل نعم يتحمل ويعرف الجانب المأساوي في القوائم المالية الأهلوية يعلم عن هذا الشيء ودخل ونقول دخل في أسوأ الظروف وهذا شيء يحسب له لعلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر